بين الجلسة الماضية وهذه الجلسة عمل الرئيس نبيه بر على جوجلة مواصفات الرئيس العتيد التي تسلمها من المشاركين في طاولة الحوار في المرة الماضية بدأت الجلسة بعرض الرئيس بر لجدول من 11 نقطة أو صفة إذا صح التعبير تليت المواصفات فتم الاتفاق على نقاط كأن يكون مطمئنا ملتزما الدستورة وتطبيق الطائف كاملا أن تكون لديه القدرة على التواصل والانفتاح عند هذا الحد كان الاتفاق سيد الموقف إلى حين طرح فكرتي النائب النفس أي الالتزام بإعلان بعبدة والمقاومة عندها انقصمت الطاولة 48 النائب ميشيل عونو ككل جلسة طرح العودة للشعب فجاءه الجواب هذه المرة من الحلفاء لما جال لذلك في الانتخاب المباشر لأن ذلك يتطلب تعديلا في الدستور في نقاط 4-5 تم التوافق عليها مثل أنه يكون عنده حيثية ببيئته وحيثية أيضا ومقبول من البيئات الأخرى ومطمئن للبيئات الأخرى أنه يكون راعي للدستور ويطبق اتفاق الطائف ويلتزم فيه أنه يكون مفتح على كل الأطراف وبالتالي ما عدا زيلك الأمور الأخرى ما صار في عليا التوافق في أمور حتى هنا أشبعت زيلك وكما كان متوقعا وأن لم يطرح في بداية الجلسة فتح ملف النفايات من قبل رئيس الحكومة أمام سلام أعلنها صراحة أنه بحاجة إلى المساعدة الجميع في هذا الملف اتسمت مقاربته لهذا الملف بالصراحة والشفافية فقال إذا لم يكن هناك من تعاون وشراكة من كل الأطراف وتقديم مواقع في البقاع والجنوب وجبل لبنان فلست مستعدا لفتح مطمئن السرار وليست لدي النية بطلب الجيش والقوى الأمنية لذلك وعد الرئيس نبيه بر بإجراء اتصالات لبلورة الفكرة لكن المحصلة أن الرئيس سلام على موقفه لا جلسة للحكومة قبل اكتراحات فعلية وملموسة الضوء الأخضر معه حكومة ونحن عم ننادي الرئيس سلام أنه يأخذ صلاحياته كاملة وشرح بالمطول عن مواضيع العراقية اللي عم يصادفها بهذا الموضوع النهر بيروت الجهة اللي سوبر تحملت نحن نتحمل المسؤولية والجهة الثاني مين بتحملها؟ بيروت بلدية بيروت حكومة عجلة عن ملف النفايات يعني ما بعرف إذا عندها مستقبل عمل الحكومة إن شاء الله هلق عم بتم التداول فيه ليجتمعوا بأقرب فرصة جلسة الحوار في جولتها السادسة قطعها حزب الكتائب وغاب عنها النائب وليد جنبلاط لدواع صحية والرئيس فؤاد السانيورة بداعي السفر وكذلك الوزيرين رشيد درباس وبطرس حرب في ظل شلل وتعطيل مجلسي النواب والوزراء تبقى طاولة الحوار المكان الوحيد لمناقشة الأمور لسيام الطارئ منها من هنا فأنها تفقد جلسة بعد جلسة هدفها الأساس بانتظار ضوء أخضر ما من مكان ما من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة مها ظاهر تلفزيون مستقبل